بعد أن سمح فرعون لزوجته بتربية موسى في قصره حضرت مرضعة من القصر وأخذت موسى لترضعه فرفض أن يرضع منها فحضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة وموسى يبكي ولا يريد أن يرضع فحزنت زوجة فرعون ولم تكن تعرف ماذا تفعل كما حزنت أم موسى حيث شعرت بأن قلبها فارغ وكادت تذهب لقصر فرعون لتبلغهم نبأ ابنها وليكن ما يكون لولا أن الله تعالى ربط على قلبها فهدأت وتركت أمر ابنها لله وقالت لأخته اذهبي إلى المدينة وحاولي أن تعرف ماذا حدث لموسى ذهبت أخت موسى بهدوء إلى الجوار قصر فرعون وسامعت القصة الكاملة فقالت لحرس فرعون هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه ويهتمون بأمره ففرحت زوجة فرعون وطلبت منها أن تحضر المرضيعة في الحال فحضرت أمه وأرضعته وتهللت زوجة فرعون وقالت خذ الطفل حتى تنتهي فترة رضاعته وأعيديه إلينا بعدها وبعد أن أتمت أم موسى رضاعته سلمته لبيت فرعون ليتربى بحفظ الله وعنايته كبر موسى في بيت فرعون وكان يعلم أنه ليس ابنا لفرعون بل واحد من بني إسرائيل وكبر موسى وبلغ أشده ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فواجد رجلا من أدباع فرعون وهو يقتتل مع رجل من بني إسرائيل واستغاث به الرجل الضعيف وكان موسى قويا جدا فتدخل وأزاح بيده الرجل المصري الظالم فقتله بدون قصد منه فقال لنفسه هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ثم دعا ربه وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر الله تعالى له فوعد موسى ربه بأن لا يكون ظهيرا للمجرمين وفي اليوم التالي فوجأ موسى أثناء سيره بنفس الرجل الذي أنقذه بالأمس يناديه وكان مشتبكا في عراق مع أحد المصريين فأدرك موسى بأن هذا الرجل الذي من بني إسرائيل مشاغب فصرخ موسى فيه قائلا إنك لغوي مبين ثم اندفع يريد البطش بالمصري فاعتقد الذي من بني إسرائيل أن موسى سيبطش به فذكره بالمصري الذي قتله بالأمس فتوقف موسى وذهب عنه الغضب وتذكر أنه استغفر وتاب ووعد الله بأن لا يكون نصيرا للمجرمين واستدار عائدا فأدرك المصري الذي كان يتشاجر مع الإسرائيلي أن موسى هو قاتل المصري الذي عثر على جثته بالأمس فنشر الخبر في أرجاء المدينة وانكشف سر موسى فجاء رجل مصري من أقصى المدينة مسرعا ونصح موسى بالخروج من مصر لأن المصريين ينمون قتله خرج موسى من مصر خائفا وظل يسير حتى وصل إلى مدين وجلس يرتاح تحت شجرة وعند بئر يسقي الناس منها دوابهم ولحظ موسى جماعة من الرعاة يسقون غنمهم ووجد امرأتين تكفان غنمهما أن يختلطا بغنم القوم فتقدم منهما معانم أنهما لا تسقيان حتى ينتهي الرعاة من سقي غنمهم فسقى موسى لهم الغنم ثم تركهما وعاد يجلس تحت ظل الشجرة ونادى ربه في قلبه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير بعد قليل أعادت واحدة من الفتاتين إلى موسى وقالت له إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا فنهض موسى وبصره في الأرض وسارت البنت أمامه فهبت الرياح فضربت ثوبها فخفض موسى بصره حياء وقال لها سأسير أنا أمامك ونبهيني أنت إلى الطريق وظل أمامها حتى وصل إلى الشيخ فحدثه موسى عن قصته فقال الشيخ لا تخف نجوت من القوم الظالمين ثم قال له أريد يا موسى أن أزوجك إحدى ابنتي على أن تعمل في رعي الغنم عندي ثماني سنوات فإن أتممت عشر سنوات فمن كرمك فوافق موسى وبعد أن نفذ الاتفاق قرر العودة بأهله إلى مصر فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنتحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ترجمة نانسي قنقر